بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبعه ذاه وبعد سيناء الأرض المقدسة سيناء الأرض المباركة سيناء هي الأرض الحبيبة إلى الله تبارك وتعالى كيف لا وقد تجل الله عليها ونزل الوحي في أرضها على سيدنا موسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما يقول ربنا تبارك وتعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول مؤمنين فالجبل الذي تجلى الله عليه هو جبل طور سيناء 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 أقسم الله بها في القرآن العظيم والله تبارك وتعالى عظيم لا يقسم إلا بعظيم يقول ربنا تبارك وتعالى والطور وَكِتَابٍ مَسْطُورِ فِي رَقٍّ مَنْشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْسَقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقَعُ مَا لَهُ مِنْ دَافَعُ وقال ربنا تبارك وتعالى وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بل ومن عظم هذه الأرض المباركة أن الله تبارك وتعالى سمى سورة في القرآن العظيم باسمها ألا ويسورة الطور سيناء من عظمها ومن مكانتها عند الله تبارك وتعالى أنه أمر سيدنا موسى عليه السلام أن يخلعنا عليه قال ربنا تبارك وتعالى فَلَمَّا أَتَاهَا نُوْدِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ سيناء هي الأرض المباركة يقول ربنا تبارك وتعالى فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبر أو جذوة من النار لعلكم تشطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وهناك آيات كثيرة أيضا تدل على شرف هذه البقعة المباركة سيناء مر عليها كثير من الأنبياء والمرسلين وداسوا على ترابها من هؤلاء الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وابن أخيه سيدنا لوط عليه السلام من هؤلاء الأنبياء سيدنا يعقوب عليه السلام وابناؤه من هؤلاء الأنبياء سيدنا يوسف عليه السلام الذي عاش وتربى في مصر من هؤلاء الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام وسيدنا هارون عليهما السلام بل مكث سيدنا موسى عليه السلام في أرض السيناء حوالي أربعين سنة لأن هذه الأرض أرض سيناء هي أرض التيه التي كتب الله على بني إسرائيل أن يتيهوا فيها قال ربنا تبارك وتعالى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين أرض سيناء هي أرض مر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وقد شم منها رائحة طيبة فقال ما هذه الرائحة يا جبريل فقال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها سيناء هي الأرض المحرمة دخولها على هذا الدجال اللعين فالدجال المسيح الدجال يدخل كل الأراضي إلا أربعة أماكن مكة المسجد الحرام والمدينة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمسجد الأقصى وطور سيناء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيناء وطور سيناء وهذا الجبل هو الذي قال الله فيه وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور كذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وقال ربنا تبارك وتعالى وإذ نتقن الجبل فوقهم أي جبل الطور كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم كذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فسيناء أرض تجلى الله عليها وهي أرض مباركة وهي أرض حبيبة نبذل لأجلها كل الغالية والنفيس هذا والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين